اشتركوا في القناة وقلق جمهورها لا سيما وان الفنان عبلا كامل بعيد عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين وخصوصا ان عبلا كامل لم تظهر عبر اي وسيلة اعلامية علشان كده هنشوف مع بعض النهاردة تفاصيل حكاية عبلا كامل كشفت مصادر مقربة لجريت الوطن تفاصيل حياة عبلا كامل في الفترة الاخيرة المصادر دي بتقول ان عبلا كامل بتقضي اغلب الوقت بمفردها حيث تعيش ابنتها الزينة بالمتزوجة من اجنبي في مدينة دهب وهي تعمل في مجال اوراق الطاروت فيما تعيش الابنة الثانية فاطمة في احدى مناطق القاهرة وتعمل في احدى الجهات المتخصصة في التغذية الصحية بالنسبة لفاطمة بتتردد على والدتها الفنان عبلا كامل من انا لاخر وده نظرا لقرب المسافة بينهما اسو داوم على الاطمانان على عبلا كامل وعلى حالتها الصحية وبتجي كمان معاها بعض الوقت المصدر قال الى ان علاقتها لازلت طيبة مع زوجها السابق الفنان احمد كمان من الجدير بالذكر بقى ان الفنان عبلا كامل ما بتحبش خلص الهواتف المحمولة علاقتها بيها علاقة سيئة للغاية لذلك بتعيش عبلا بدونها تقريبا ولا تتعامل بها وهو الامر ذاته مع شبكة الانترنت فهي لازلت تتعامل في حياتها بشكل تقليدي جدا وده الشيء اللي تعودت علي عبلا طوال حياتها موضح لنا كمان المصادر ان هي بتلتقي مع عدد قليل جدا من اصدقائها ولكن من فترة الاخرى استغضي اغلب وقتها داخل منزلها فقط كما اعكد المصدر ان والد بناتها بيفرض على بناته عدم الحديث مع وسائل الاعلام وخصوصا بعد انتشار الشائعات اللي بتخص الفنان عبلا كامل وهو الامر الذي تتجهلهم الفنانة وده في الاوقات التي تنتشر بشأن اخبار كاذبة فلا تعلق عليها اطلاقا يعني عبلا كامل بتلتزم الصمت اما احمد كمان نفى الاخبار انتشرت خلال الساعات الماضية حول اصابة زوجته السابقة ووالدة بناته بمرض السرطان نفى الاخبار دي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك وقال الفنانة عبلا كامل بصحة جيدة وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كسب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة من الجديد بالذكر ان جريد الوطن انفردت من زعدة اشهر بخبر اعتزال الفنانة عبلا كامل والمصادر اعترفت وقالت لجريد الوطن ان عبلا كامل غيرت جميع ارقامها لرغبتها التمة في الابتعاد وعدم وصول اي شخص ديها لافتة انها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم ومن ناحية تانية علمت الوطن ان احد المخرجين اللي تعانوا مع الفنانة عبلا كامل سابقا في احد الاعمال الدرامية يعتزم على تقديم جزء جديد من مسلسل سلسال الدم والذي كانت تلعب بطولته الفنانة عبلا كامل لكنه لم ينجح في الوصول الى عبلا كامل منذ فترة طويلة على جانب اخر زينب كامل ابنة عبلا كامل قالت في تدوين عبر حسابها الشخص على الفيسبوك ماما الحمد لله بخير والكلام المنشور ده شائعات شكرا على السؤال ربنا يدينا كلنا الصحة على الفور بدأ الكثيرون يتساءلون عن ابناء عبلا كامل فبعتبار طبعا ان النجمة لم تكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وده بقى لها فترة طويلة بتعمل كده لم يكن يعرف عدد كبير من جمهورها ان عندها بنتين زينب وفاطمة انا شايفة ان فاطمة تشبه كتير لعبلا كامل ايه رأيكم اكتبوا لي رأيكم في التعليقات زينب بقى كشفت لينة قبل شائعة مرض والدتها بيومين عن مشاركتها في مسلسل موراء الطبيعة الذي استوحيت احداثه من سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته طبعا الروايات دي للكاتب الدكتور احمد خليد توفيق المسلسل الرائع ده بيعرض حصريا عبر منصة النيتفليكس اكيد كتير منكم شفتوه اكتبو لي رأيكم فيه زينب بقى كتبت عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك مبسوطة قوي ان كنت جزء صغير من مسلسل موراء الطبيعة وان شغف حياتي وكله هو الميتافيزيقية او موراء الطبيعة واسرار الطبيعة زينب شاركت في اختيار اوراق الطاروت اللي طلعت في المسلسل تبعت زينب كلامها وقالت ما بقراش المسلسل بس المسلسل معمول حلوة قوي واستمتعنا بيه مبسوطة قوي ان كريم اللي طلع بي ارى الطاروت عامل دور جميل انا متحمسة قوي للجزء التاني هنتكلم مع بعض شوية عن الفنانة الجميلة عبلا كامل عبلا كامل من مواليد 17 سبتمبر عام 1960 قدمت لنا عدد كبير من الاعمال النجحة في السينما المصرية والدراما التلفزيونية اسمها عبلا كامل محمد عفيفي من مواليد مركز ايتيال بارود محافظة البحيرة اتخرجت سنة 84 من كلية الاداب بدأت حياتها الفنية في مصرح الطليعة اول اعمالها كان مشاركتها في مونودراما نوب الصحيان عملت بعد ذلك مع الفنان الكبير محمد صبحي وده كان في مصرحية وجهة نظر تلاتها بمصرحيات عديدة مع لينين الرملي الفنانها عبلا كامل معروف عنها ان هي بتختار اعمالها بدقة شديدة وما بتردارش سوى بالاعمال المتميزة وقد بدأت معرفة الجمهور بيها من خلال فيلم ودعم بونابر الفيلم من اخراج المبدع يوسف شهين وبعد كده على طول بدأت عبلا كامل خطوة بخطوة تحتل لمكانة بارزة في قلوب المشاهدين الفنانة عبلا كامل اتجوزت مرتين اتجوزت من المخرج والممثل احمد كمال انجبت منه ابنتين توقم زينب وفاطمة زي ما قلنا طبعا في كتير ما يعرفش انه هما توقم اتولده عام 1986 لكن للأسف انفصلت عبلا واحبد وفي عام 2003 عبلا تزوجت للمرة التانية تزوجت من الفنان محمود الجندي الزواج استمر اقل من عامين اعلنت عبلا ومحمود الجندي اللي يرحموا انفصلهم في عام 2005 عبلا ارتدت الهجاب عام 2005 ولكنها استمرت ولم تتوقف ابدا عن التمثيل الا نشاطها الفني اصبح قليلا ثم اصبح ظهرها في الغالب بالمسلسلات التلفزيونية ومن اعمالها سينمائية نجحة زي ودعم ونبرز والبنات والمجهول والتعويزة ويممر ويمحل ونهر الخوف وسيداتي انسيتي والسرعة لتزيد عن صفر والفيلم الغاني عن التعريف خلطي فرنسا عام 2004 مع الفنانة منازكي والسيدة العاطفي عام 2005 و2006 عودة الندلة وكمان الكبار عام 2010 وليها افلام تانية كتير من مسلسلاتها الحلوة اللي كلنا استمتعنا بيها مسلسل ضمير قبل حكمة والشاهد والدموع الجزء التاني وليالي الحلمية طبعا الجزء التاني وبنات زينب واوراق الخريف وعفارية السيالة وقضية نسب وحق مشروع وافراح ابنيس ونص انا ونص هو مسلسل هايل جدا انا عن نفسي بحبه جدا طبعا هو من انتاج 2010 فنصحكم كلكم تشوفوه فعلا مسلسل اجتماعي هايل ونكمل كلامنا قدمت لنا ايضا مسلسل سلسال الدم مش بس كده دي كمان شاركت في اداء اللهجة المصرية من خلال صوت شخصية دوري وده في الفيلم الكارتوني الامريكي البحث عن نيمو وفي عام 2020 صدر فيلم الفارس والاميرة وهو الفيلم اللي شاركت به صوتيا ببداية الالفية طليل فنانة عبلة كامل او احمد كمال حكالنا من خلال استضافته ببرنامج الستات ما يعرفوش جديد وعن علاقته بعبلة كامل وقال انا وعبلة بدأنا مع بعض بس رحلتها كان ايقاعها او ظروفها مشيت اسرع في الشغل انا كنت بتاع مصرح اساسا اما عن الزواج التامي للفنانة عبلة كامل من الفنان محمود الجندي كان بسبب مسلسل حديث الصباح والمساء طبعا كلنا عارفينه المسلسل ده وطد علاقتها اكتر بالفنان محمود الجندي بعد نجاح المسلسل بنحو عامين وتحديدا في 2003 تم اعلان زواج عبلة ومحمود الجندي محمود الجندي الله يرحمه بقى حكالنا عن قصة الزواج ده من خلال استضافته ببرنامج حفلة للعلامية سمر يسري قال بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني وعجبت بالفنانة عبلة كامل لانسانياتها وانها تشبه الستات المصرية الاصيلة وزي كمان من الفلاحين وعندها طبعنا واخلاءنا والقيم اللي احنا تربينا عليها اتجوزنا مر عمين من الزواج الهادئ اللي جمع مبين الزوجين عبلة كامل ومحمود الجندي وده قبل ان يعلن انفصالهم عام 2005 زي ما قلتلكم وحسب اللي قاله الفنان محمود الجندي انه لم يتقبل غياب عبلة كامل ادور عليها في بعض الاوقات مش بلاقيها خالص محمود الجندي كامل كلامه وقال ده اثر فيي قوي وخاصة ان هما بيختاروني معاها في الادوار مجاملة ليها وده ما يصحش لاني راجل باحترم موهبتي ونفسي واكيد ده اثر في شكل علاقتنا وده مش اصول مش اصول البيت اللي اتربيت فيه وده اثر على العلاقة الحد ما اتفقنا على الانفصال وده كان بناء على رغبتها وده كان اتفاقنا اننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش الله يرحم الفنان الكبير محمود الجندي وربنا يدي الصحة لفنانتنا الجميلة الفنانة عبلة كامل انا بكده النهاردة كون وصلت لنهاية الفيديو اتمنى بقى ان حلقتي النهاردة تكون عجبتكم اللي وصل معايا لاخر الفيديو يخبط لايك للفيديو وكمان يكتب لي رأيه في الفيديو بستنية رأيكم دايما في التعليقات اللايكات والتعليقات هي اللي بتوصل وجهات النظر بيننا علشان كده دايما بحب تواصل مع الجمهور بشكر جدا كل متابعين قناة ياسمينة اليوتيوب واتمنى دايما دايما ان نكون عند حسن ظنكم اشتركوا في القناة